البرلمان الأوروبي يعلن دعمه لنضال الشعب الأحوازي والشعوب الغير فارسية في لقاء جمع عدد من البرلمانيين الأوروبيين ممثلين لمختلف الكتل السياسية مع الأحوازيين وممثل الشعوب الغير فارسية ودار النقاش حول معاناة الشعب الأحوازي الذي يتعرض للتصفية الجسدية وبطرق عنيفة وهمجية تصل إلى حد شنقهم بالرافعات تورف البرلمان الأوروبي والتحاد الأوروبي له دور كبير في السياسة العالمية ويعتبر شريك كبير جدا مع النظام الإيراني ويستطيع من خلال الضغط على هذا النظام أن يقلل على أقل تقدير يقلل من الانتهاكات التي تحدث على أرض الأحواز من قتل وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان وإعدامات في الشوارع والميادين البرلمانيون الأوروبيون عبروا عن استنكارهم لما تقوم به إيران ضد الأحوازيين والشعوب الأخرى كما نددوا بكل هذه التصرفات الإيرانية القمعية والمعادية لأبسط مبادئ احترام حقوق الإنسان واعتبر النواب المتدخلون أن الأوروبيين لن يسكتوا عما يحدث في هذه المنطقة من جرائم وانتهاكات لكرامة الإنسان نحن نحظر لاستصدار توصية ضد إيران وهذا هو الاجتماع وهو نقطة البداية من أجل جلب الانتباه لما يتعرض له الناس في هذا القسم من العالم ولذلك الآن نحب التحضير توصية تدين ما يحصل وسنعرضها أمام مجموع البرلمان الأوروبي أفخر شعب من أغنى منطقة هكذا لخص أحد المدافعين عن شعب الأحوازي وضعيته المأسوية تلخص سياسة إيران التي أصبحت تهدد أمن الأوروبيين أيضا بعد توقيف جواسيس إيرانية في ألمانيا والنرويج مؤخرا لن نترككم لوحدكم من الآن فصاعدا هكذا عبر البرلمانيون الأوروبيون عن دعمهم لنضال شعب الأحوازي والشعوب الغير فارسية ضد نظام الملالي لاختفرات لقناة الإخبارية من مقار البرلمان الأوروبي بركسل